دين الكرام وللحديث أكثر عن تطورات المشهد السياسي ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي عمر الناصر بداية مرحبا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني هل يعول المشهد السياسي اليوم على وجود وسطات بين الإطار والتيار وماذا عن إذا تأكد رفض الصدر لقاء أي وفد سياسي في الحنانة تفضل شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية مسائية لجنابك ولجناب ولجمهور قناة الرشيد الأكار الحديث عن موضوع الوسيط في هذه الفترة هو أعتقد من أهم الأشياء التي علينا جميعا التصليط الضوء عليها لأنها هي في حقيقة الأمر سبب العقدة الأساسية في هذا الانسداد السياسي الجميع يعلم بأن المبادرات التي ذكرت سابقا والتي طرحت هي لم تأتي بشيء ملموس لكونها تفتقد إلى المفاوض الحقيقي والوسيط النوعي الذي ربما هو يكون من خارج العملية السياسية ولا ضير أن يكون هو من داخل العملية السياسية في حال إن كانت هناك مقبولية من قبل أغلب الأطراف السياسية ولكن الأهم من ذلك أعتقد بأننا وصلنا إلى نقطة مفصلية في العملية السياسية وهي أنه لا توجد كتلة من الكتل السياسية هي مؤمنة بإعادة المراجعة والتقييم وأن جميع المبادرات التي طرحت هي ربما برأي الشارع هي أصبحت مستهلكة لأن الشارع اليوم قد فقد الثقة تماما بالطبق السياسي القابض على السلطة لذلك تجد بأن جميع الحلول التي ربما سوف تفضي إلى حل حل في هذه الأزمة ربما سوف تكون هي حلول مؤقتة وحلول ترقيعية على اعتبار بأن انسحاب 74 مقعد من داخل مجلس النواب قد أصاب العملية السياسية بعدم التوازن لأن النظام الذي بني بعد عام 2003 هو بني على مبدأ الشراح السياسية وبدعة الوحدة الوطنية والتوافقية وإلى ما شابه لأن اليوم أصبحنا في اختبار حقيقي لقدرات جميع الكتل السياسية التي ربما سوف تكون هي الفيصل في اتخاذ القرار الداخلي وتمكن جميع المحاور المبادرات الأخرى إذا كانت هناك جدية في تطبيقها بشكل كامل طيب يعني اليوم الفتح يرمي الكرة في ملعب الكرد ويقول إن عدم حسم الكرد لملف رئاسة الجمهورية سيؤخر انعقاد جلسة البرلمان كيف تقرأ ذلك؟ يعني هذا الشيء هو ليس بجديد وأعتقد بأن الكرد هم منذ عام 2003 ولحد انتخابات عام 2018 قد انفردوا كليا ببيضة القبان ولكن في هذه الفترة انشطرت هذه البيضة إلى نصفين على اعتبار بأن البيت الكردي في جميع المراحل السابقة كان يذهب إلى التفاوض الحقيقي والذهاب ويذهب أيضا إلى التحالفات الاطرارية أو التحالفات الطارئة في حال كانت هناك حقوق مع بغداد عليهم تصفيتها لذلك تجد هذا اليوم أنهم قد أصروا الطرفين البارتي واليكتي على اتخاذ موقف متزمت من حيال ترشيح السيد الرئيس الجمهورية ولكن المشكلة هي معقدة واليوم نرى هذه المفاوضات التي أمامنا هي باعتقادي تفتغر إلى حلول واقعية وأن يذهب الوسيط هذا من الداخل العراقي وليس وسط محلي زيان أستاذ أمر المشكلة وين يعني الاتهامات دائما متبادلة يعني بين الآن يعني بعد انسحاب التيار الصدري بين الإطار التنسيقي والأكراد الأكراد يقولون أن البيت الشيعي لم يحسم أمره وكذلك الاتهام المقابل يقول أن الأكراد لم يخرجوا بمرشح موحد لرئاسة الحكومة يعني أين الصدق في هذه الحالة المشكلة يا سيد الكريم هي بالضبط أستطيع أن أقارنها هل بيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة الموضوع هو معقد وهو متشابك الكرد يروا بأن عملية الاصطفاف مع جهة شيعية ضد جهة شيعية أخرى هو ليس بصحيح والدليل على ذلك ترى السيد مسعود برزاني هو اليوم لا يريد الذهاب إلى اصطفاف حقيقي مع التيار الصدري دون مشاركة الإطار التنسيقي على اعتبار بأن الكردهم كانوا الحليف الأول منذ فتوى سيد الحكيم رحمة الله عليه لذلك تجد اليوم هذه المسئولية أصبحت تضامنية وأنا حسب قرارة نفسي أرى علينا أن نستغل الكتل السياسية تستغل جزئية التحالف الاستراتيجي التاريخي ما بين الشيع والكرد من أجل أن يذهبوا بمشهد سياسي حقيقي مرضي لجميع القوى السياسية ولا ننسى بأن السنة أيضا لديهم دور كبير في حل حلت هذا الموضوع في حال كان هناك نوايا جادة وحقيقية بتغيير النظام السياسي القادم في العراق إلى ما يصبو إليه الشعب العراقي يعني أستاذ عمر معلومات تتحدث عن خلافات داخل الإطار حول مشاركة الصدر في المرحلة المقبلة من عدمها يعني أيهما الأقرب للتنفيذ برأيك يعني نقول بصورة أدق هل سيمضي المالك بتشكيل الحكومة من دون العودة إلى الحنان أم العكس في الحقيقة هو موضوع عدم اشتراك التيار الصدري في الحكومة المقبلة هو خطأ استراتيجي فادح وسوف يعمق من الأزمة وتكون الهوة هي أكبر بكثير مما كانت عليه سابقا على اعتبار بأن اليوم الإطار التنسيقي أعتقد بأنه قد استعجل قليلا بالذهاب إلى إيجاد بودلاء لنواب التيار الصدري كان من المفترض أن تكون هناك حوارات جادة وأن لا يذهب الإطار التنسيقي باتجاه إيجاد بودلاء والذهاب بدلا عن ذلك إلى مفاوضات حقيقية لإقناع السيد الصدر بالعدول عن هذا القرار لا هي صارت المسألة يمكن أقوى استاذ عمر يعني رسالة السوداني اليوم من عقد اجتماع له داخل البرلمان ماذا تعني؟ ما صحتها القانونية؟ وهل يعني تعد هذه المناورات أو الاجتماعات استفزاز للتيار الصدري في المرحلة القادمة؟ يعني ربما بعض المراقبون يحللون بهذا الموضوع هو عملية استفزازية للتيار الصدري وبعض المراقبون الآخرين يرون بأن مثل هذه الخطوة هي خطوة تشجيعية لبقية الأحزاب والقوة السياسية بأن يذهبوا إلى الوقوف إلى جانب الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة قادمة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو شكل الحكومة القادمة؟ هل هي سوف تكون سواء كانت برئاسة سيد محمد الشجاع السوداني أو برئاسة سيد مصطفى الكاظمي أو أي شخصية أخرى من العملية السياسية هل سوف تكون هي حكومة انتقالية ما بين 18 إلى 24 شهر؟ أم أنها سوف تكون حكومة دائمية لتكملة مشوار العملية السياسية والانتخابات وتنفيذاً لما جاءت به نتائج الانتخابات الماضية؟ أنا أعتقد بأن عدم وجود التيار الصدري في هذه الحكومة وإن كانت هي انتقالية أو عدم إرضاء جماهير التيار الصدري وجماهير بقية القوى السياسية بأن تكون هي مرضية لطموح وتطلعات الجميع أعتقد سوف تدخلنا في نفق مظلم على اعتبار بأن مشكلة ذكرات ثورة تشرين وأن ولدت هذه الحكومة نستطيع القول أنها ستكون ولدت ميتة لربما عدم اشتراك جانب مهم في العملية السياسية وهو التيار الصدري ولربما أيضا رفض الشارع العراقي لأي تشكيلة قادمة من الحكومة الحالية عمر الناصر المحلل السياسي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا للضمامك إلينا